بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بلال إلى أبي بكر يقول له يا خليفة رسول الله إني سمعت الرسول يقول أفضل عمل للمؤمن الجهاد في سبيل الله قال له أبو بكر فما تريد يا بلال قال بلال أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت قال أبو بكر ومن يؤذن لنا قال بلال وعيناه تفيضان من الدمع إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله قال أبو بكر بل ابقي وأذن لنا يا بلال قال بلال إن كنت قد أعتقتني لأكون لك فليكن ما تريد وإن كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني له فقال أبو بكر بل أعتقتك لله يا بلال فاذهب حيث تشاء فسافر بلال إلى الشام حيث بقي هناك مرابطا ومجاهدا لم يطق بلال أن يبقى في المدينة بعد وفاة الرسول فقد كان إذا أراد أن يؤذن وجاء إلى أشهد أن محمد الرسول الله يخلقه حزنه فيبكي لذلك مضى إلى الشام وذهب مع المجاهدين وبعد سنوات رأى بلال النبي في منامه وهو يقول ما هذه الجفوة يا بلال أما آن لك أن تزورنا فانتبه بلال حزينا فركب إلى المدينة المنورة فأتى قبر النبي وأخذ يبكي فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذ يقبلهما ويضمهما فقال له نريد أن تؤذن في السحر فعلى بلال سطح المسجد فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة المنورة فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها فلما قال أشهد أن محمد الرسول الله خرجت النساء من حجراتهن فما رؤي يوم أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم فتوسل المسلمون إلى أبي بكر أن يجعل بلالا يؤذل لهم صلاة واحدة فدعا أمير المؤمنين بلالا وقد حان وقت الصلاة ورجاه أن يؤذن لها وصعد بلال وأذن فبكى الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن بكوا كما لم يبكوا من قبل وكان علي بن أبي طالب أشدهم بكاء وعند وفاة بلال تبكي زوجته بجواره فيقول لا تبكي لا تبكي غدا نلقى الأحبة غدا نلقى محمدا وصحبه محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجين كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما